بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا لحضوركم تغطية هذا المؤتمر اليوم مضت على هذه الحكومة مائة يوم ومنذ اليوم الأول الذي أعلن عن تشكيل الحكومة والتصويت على المنهاج الوزاري ومباشرة الحكومة وضعنا خمسة أولويات في البرنامج الحكومي كأولويات لعمل الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة ضمن خطط سواء كانت تتعلق بالموازنة أو البرامج والسياسات الأخرى اختيار الأولويات الخمسة جاء وفق قراءة للواقع العام للبلد سواء كان المعيشي الخدمي الاقتصادي التحديات والمتمثلة بأولوية مكافحة الفساد كونه عامل معرقل لأي خطط للتنمية والعمار فبدأنا بالجهد الخدم الهندسي بهذه التجربة الجديدة بهذه الإمكانيات الذاتية والإمكانيات المالية البسيطة تتذكرون سبعين مليار دينار موازنة مكتب رئيس الوزراء حولناها للجهد لحد الآن لا مخلصين لا مخلصين نصفها فنعمل ضمن هذه المساحة البسيطة من الموارد المالية ومع جهد من الآليات التخصصية لهيئة الحجد الشعبي والوزارات الساندة ومديريات البلديات والمحافظين مثل ما تابعته وصلنا إلى مناطق لم تدخل فيها آلية خدمية أبدا مناطق منسية رغم أنها مناطق ماهولة بالسكان وقسم من الخدمات اللي وجدناها تمت بتنفيذ من قبل الأهالي فبينما نعالج هذه الخدمات بالشكل الفن المطلوب وبينما نوفر القدر الآخر من باقي الخدمات في هذه الأحياء ولله الحمد توسعنا على مستوى الأحياء والمناطق في بغداد وانتقلنا للمحافظات طبعاً عندنا تخطيط ورؤية خاصة لهذا الجهد في موازنة 2023 من حيث التخصيصات والمشاريع اللي راح نفتح على مستوى الخدمات أيضاً بدأنا بالمشاريع المتلكية وهناك أكثر من فريق يعمل فريق في وزارة التخطيط وتذكرون القرارات المتعلقة بالمصادقة على التوصيات التي تسرع من عملية تنفيذ مشاريع المستشفيات العامة تسع مستشفيات في بغداد التي لم تشهد إنشاء مستشفى جديد خلال باقي المحافظات ومشاريع متلكية منذ عام 2013 وانتظرها المواطن على أحرم الجمر قطع نشوت مهم في هذه المشاريع ومخطط لها أن تنجز خلال سقف أقل يعني الحد الأدنى سنة فأكثر باقي المشاريع المتلكية في كثير من المناطق في بغداد والمحافظات يجز آخرها مشروع طريق الدورة اليوسفية أيضاً في مجال الخدمات دخلنا على المحافظات ونظمنا عملية تخصيص الأموال الأمن الغذائي للطارق وجهنا هذه الأموال المهمة نحو مشاريع البنى التحتية فتذكرون يعني زرنا الديوانية صلاح الدين بغداد عندنا ترتيب المشاريع ومن خلال هيئة تنسيقية المحافظات التي انتظمت في اجتماعات مستمرة كل شهر والله نحاسب كل محافظة وين خليت التخصيصات المالية بحيث توجه المشاريع البنى التحتية وفق رؤية الحكومة وفق بردامج الحكومة وأولوياتها في الخدمات ما لدى استغرق أكثر في مجال الخدمات لأنه لدينا مشاريع كثيرة تنجز أو تعد تباعا بحكم التفاصيل المطلوبة في أقرار أي مشروع على مستوى البطالة وفرص العمل وجدنا ملفات معطلة استحقاقات لموظفين عقود محاضرين شهادات عليا الأوائل وعتهم استحقاق يعني البعض يقول الحكومة بدت بملف التعينات وكأنه داخل انتخابات المحاضر صالة خمسة ثوانية سنة عنده سنة قانوني بموازلة 2021 وعنده سنة قانوني في قانون الأمن الغذائي وعنده خدمة وعنده تخصيصات خلق ليش منحل هذا المشكلة ونثبت لهذا استحقاقه قانون الأمن الغذائي يقول سنتيا ويثبت طيب هو صال له خمس سنوات أقل واحد أربعة سنة نفذنا هذا الإجراء يعني مهمتنا أنه أنفض هذه الإشكالات مون نظل نتفرج عليها على مشكلة المواطن ويتظاهر وينادي ويطالب واجب الحكومة حل هذه المشاكل اتخذنا قرار ولله الحمد أنهينا مشاكل العقود في كل الوزارات مشاكل المحاضرين وباقي الموظفين التي كانت معطلة منذ سنوات هذا جزء من خلق فرص العمل بالمقابل أوقفنا التعيينات سواء العقود أو حتى العمل حتى نكون واضحين لأنه بالتأكيد المضي في هذه السياسة لن يكون مجدي اقتصادية ذهبنا إلى خلق فرص على مستوى القطع الخاص من خلال تجيئ الفرص الاستثمارية والمشاريع الاستراتيجية واليوم راح نتكر جزء من عده انطينا بالموازنة 2023 تخصيصات إضافية بحدود 500 مليار دينار لصندوق إقراض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل يعني اللي يبحث عن فرصة عمل إذا ما يلقى تعيين كون نطيق رض حتى يأسس لمشروع وأيضا هناك مبادرة خلال شهر في هذا الصدد في مجال مكافحة الفساد وضعنا اللي وصفناها جائحة الفساد ونعني بها وضعنا عملية استرداد الأموال كأولوية مع عدم التخلي عن المحاسبة اللي هو إجراء قضائي ما نقدر ندخل به بس قلنا نحن اليوم أمام أموال تسرق لكن ماكو استرداد وهذه الأموال هي من خزينة الشعب خزينة الدولة وأكو قوانين وإجراءات وصلاحيات تتنظم عملية الاسترداد طيب ليش ما نباشر بيها أنتوا سمعون يعني الموظف اللي يقصر في دائرته يسأل لجنة تضمين ويأخذوها مننا على دائر ملين بينما الفاسد إن حكم خمسة ثلاثة سنة ويجي قانون عفو وتروح المليارات لا أشوء أريد رجع الأموال سواء كانت الأموال قبل 2003 أو ما بعد 2003 المسلوقة في عمليات الفساد وهذه بدأنا يومية قاعد نشوفون أكو أموال تسترجع وتسترد من خلال الأجهزة الرقابية ملفات في كل إخبار في كل شاردة وواردة هناك لجانة تحقق وتدقيق في كل مفصل في المؤسسات أمنية مدنية في كل مكان أي شبهة فساد هناك تحقيق وهناك محاسبة لا توجد خطوط حمراء في مسألة مكافحة الفساد أبدا ملف حقوق الإنسان فتحنا وعيننا مستشار لهذا الملف واستلمنا شكاوى في هذا الصدد وهناك لجنة مختصة تحقق مع كبار المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في الجانب الأمني والعسكري شهد ضربات موجة لكل مجاميع الإرهاب في أكثر من مكان وبدأنا بتنفيذ جزء من البرنامج الحكومي اللي هو إعادة انتشار الأجهزة الأمنية ووحدة منعتها انتقال فرقه دعش ومجيء الشرطة الاتحادية في داخل بغداد هذا إجراء لم يتخذ منذ 2007 تقريبا وراح يشمل كل المواقع ثلاث محافظات استلمتها مديريات الشرطة وبدأنا بسحب الجيش لمهامه الطبيعية في القطاع الصحي اللي هو جزء من الخدمات واضح إجراءاتنا في علاج في متابعة المستشفيات ومستوى تقديم الخدمة إذا كانت زيارة مستشفى الكاظرمية ينموذج فإنما نعمل عليه الآن عشرة مستشفيات تأهيل على غرار ما حصل في مستشفى الكاظرمية فضلا عن المشاريع المهمة اللي تتعلق بالمستشفيات الجديدة والشركات العالمية التي نتفاوض معها في مسألة الإدارة والتشغيل وخطواتنا في مجال تنفيذ قانون الضمان الصحي الفقر هذه الظهرة التي كانت تمثل أولوية بالنسبة لهذه الحكومة ودخلنا بشكل مباشر على آلياتها القانونية من خلال شبكة الحماية الاجتماعية اليوم الباحثين الاجتماعيين يقومون بأوسع عملية بحث اجتماعي تشهدها الدولة والوزارة وهذا القطاع هناك زيادة في التوسع بالشمول في موازنة 2023 فضلا عن إعطائنا أو تخصيصنا سلة غذائية خاصة بالمشمول بشبكة الحماية الاجتماعية هذا الأمر كان مهم وهو يعزز هدفنا الذي دائما نتحدث عنه نحن نعالج مفهوم اسمه الفقر متعدد الأبعاد مو فقط نطي فلوس وعانة نقدية لا نطي خدمات الغذاء والصحة والتربية والسكن اللي هو راح يكون النصيب الأوفر للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية هو الحصول على وحدة سكنية ان شاء الله متكاملة تليق بالمواطن العراقي في مشاريعنا القادمة أيضا هناك في موازنة 23 وضعنا إعانة نقدية لأبناء الفقراء حتى يكملون دراستهم الابتدائية والمتوسطة وكذلك منحة طلبة الكليات للعوائل المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية أكيد بطولة خليجي 25 كان واحد من المحطات المهمة اللي نفتخر بأننا كنا جزء ساهم في إنجاح هذا الحدب وهذا التظاهرة العربية رغم الفترة القصيرة وبالتأكيد انتهت بفوز باهر وعودتنا للنجاحات والإنجازات الرياضية كانت العلاقات الدولية واضحة مسار للحكومة في المائة يوم من خلال الدبلوماسية المنتجة زياراتنا كانت مدروسة كانت بهدف ما كنا نريد نأدي الزيارة أو نلبي دعوة فقط وإنما ذهبنا وفق برنامج وعندنا تفاصيل في هذا الجانب ملف الكهرباء عددنا العدة لصيف 2023 وفق ما طلب السيد وزير الكهرباء من صلاحيات من تقصيصات من مشاريع من استثناءات انطيناها إلى حتى قبل لا تقرر الموازنة كل المشاكل التي كانت تواجهها وفرناها للوزارة أملاً إن شاء الله ومتابعتنا مستمرة في أن نصل إلى الحالة التي نوفر بها هذه الخدمة تفاصيل كثيرة في الإنجازات أو العمل والقسم من عندها نبدأ بشكل واضح والقسم الآخر سوف يظهر للعيان مع مرور الوقت لكن اللي أريد أأكد علي أنه عندنا أولويات نحن نعمل وفق رؤية وفق خطة ملفات الدولة كثيرة ومعنين فيها نشتغل الخمس أولويات ونعوف الباقي لكن بالتأكيد لازم يكون عندنا هدف وبرنامج حتى نطيل أولوية في مسار عملنا الإصلاح الاقتصادي كان أيضا من ضمن الأهداف تدرون أنتو وضع البلد اقتصاديا شهد هزات عنيفة يعني بدءا من قرار تغيير سعر الصرف في 2021 اللي كان غير المدروس كان هذا موقفي كنائب في حينها وموقفي معلن صعد من 1200 إلى 1450 بسبب الخفاض أسعار النفط حتى نستفاد من الفرق ونغطي رواتب هذا الهدف المعلن وبعض أفولها أيضا أهداف لدعم الصناعة والزراعة إذا تذكروا هذا القرار هذا القرار رافق ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الأوضاع في العالم وخصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية واللي نتيجتها ارتفاع أسعار النفط فصار الضرر على المواطنين مركب ارتفاع أسعار ارتفاع نسبة التبخم هذه النسبة اللي أخذت بالراتب الموظف بحدود 22-23% واضحة يعني بشهادة المختصين وبالبنية بالمقابل ما كانت هناك إجراءات حماية إذا تذكرون نهاية الأوضاع عشر قررت الموازنة بسعر 1450 راحت للبرلمان بقت للشهر الرابع يلا أقر القانون فاتطبق السعر اللي 1450 طيلت تلك الفترة كانت عملية جلد للمواطن معيشيا تأثر فيها بشكل مباشر بدون إجراءات حماية في حنو المنطق كان يبترض تقديم إجراءات الحماية قبل لا روح لرفع السعر أو تغيير أو أي قرار ما شاكل هذا استمر واستمرت آثار المدمرة على المواطن الفقير ومحدودي الداخل وحتى الطبقة المتوسطة وكفت كل المرافق الاقتصادية حقول الدواجة توقفت ارتفعت الأسعار شنو القرارات اللي صارت في وقتها فتح الحدود حتى نزل الأسعار طيب وإحنا قلنا ننجح المشاريع الزراعية قلنا بالزراعة الصناعيين في وقتها المادة الأولية تمثل 80% من أي منتج والمادة الأولية مستوردة فهذا ارتفع عد المنتج اللي يقدر يشتغل قلة قليلة أغلبهم بطلوا وسرح العاملين شوف هاي كلها أضرار كلها مركبة كلها اجتمعت وين على المواطن بدون دراسة بدون كذا بدون أدنى تفكير بهذا الواقع واستمرت طيلة هذه الفترة من الصير أكو قرارات غير مدروسة وين تأثيراتها مو تأثيرات رقمية موظف قاعد في المزارة ويحسب لي يكسر هل قد رقم راح أكو شي اسمه الكلفة الاجتماعية هاي الكلفة اللي ما حد يحسبها وما حد يقدر أثرها على حياة المواطن والبلد استمرت إلى أن دخلنا بأحداث ما بعد الانتخابات وهي بالتأكيد أحداث ما كانت تشجع لا تنمية ولا مشاريع ولا شغل بلد معطن لا موازنة ونسب الفقر والبطالة ترتفع ترتفع الآن جاءت هذه الحكومة جاءت الحكومة وفق الرؤية اللي تحدثنا عليها في البداية أول شهار تفاجئنا أنه أكو آلية متفق عليها بين الحكومة والبنك المركزي مع الفيدرالي ومع الخزانة الأمريكية يا بشين هذه الآلية التفقين صادنا سنتيا واجبات مطلوبة من البنك المركزي والحكومة أنه تنفثها لأنه لا يمكن أن نستمر بنافذة بيع العملة بهذه الطريقة هذه تجارة مشوهة غير شرعية غير واضحة الاستيرادات والعملية مو صحيحة فلا يمكن أنه نأطي الدولار بهذه الطريقة نريد ندقق هل فعلا هذه التجارة صحيحة هذه المواد التي تدخل في هذه الفواتير في هذه المستندات حقيقية هذه السلعة التي تأتي تدخل للبلد والسوق المحلية فهذه التساؤلات التي صارت وانتوا تدرون كلكو إعلامية إذن قد كنا ننتقد نافذة بيع العملة لا يحد يختلف على هذا التشخيص نافذة بيع العملة كانت نقطة سوداء في النظام المصرفي والمالي والوضع الاقتصادي العراقي فسنتين كانت مدة كافية أنها تنفذ هذه الإصلاحات لم تحصل خطوة عملية واضحة فصارت الهزة العنيفة بالأسعار والتقلبات سعر الدولار وإجا تأثير مضاعف على المواطن يكون يتحمل آثار هذه الأزمة هنا الحكومة بدأنا بإجراءات سريعة لكن هذه الإجراءات يراد لها وقت نحن نتجي لمشاكل التجار الذين اعتادوا على هذه التجارة حتى يتأقلم على السياق والنظام الجديد كنت فهمه كنت تطي تسهيلات كنت يعرف أنها إلها أثر على تجارته هو كان قاعد يشيل التليفون على أبو شركة الصيرة حول لي كذا مليون للعاصمة الفلانية تجي البضاعة الباب المخزن مالته لا إجازة استيراد ولا ضريبة ولا قمرك ولا اسمه موجود فظل وين يبحث يبحث عن سعر موازية عن دولار كحكومة بدأنا بإجراءات كل خميسة هنا قاعدين مع اتحاد الغرفة التجارية قاعدين جانب والجانب الآخر الضريبة القمرق التسجيل الشركات المعارض التبي البنك المركزي قولوا شنو مشاكلكم قالوا القضية الفلانية بالقمرق شنو هذي نقدر نحلها قالوا نقدر نحلها يرادلها قراءة المجلس وزراء ثبتوها قل ناخذ بها قراءة وهكذا لكن هذه الإجراءات يرادلها وقت هذا الوقت كله وين يتحمله المواطن إجراءاتنا مستمرة البنك المركزي اتخذ إجراءات بالبداية الإجراءات ما كانت بمستوى الحدث لذلك جرينا تغيير وبدأ المحافظة الجديد في جملة إجراءات طبعا المهام أنا هذا الاستعراض ردت حتى يكون واضح لحضراتكم وين هنا يعني كنا الواقع هذا كله قرأناه قراءة دقيقة وبحسابات مو قرارات ارتجالية أبدا البنك المركزي أهدافه بالقانون تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار وأسعار الصرف والنشاط الاقتصادي بشكل عام هذا مهمته هذا مهمته السياسة النقلية والاقتصاد العام وأسعار الصرف هذا مهمته وعلى أساس هذه المهام قدم قرار مجلس الدار تخذ في جلسة استثنائية يوم الاثنين وطلب تعديل سعر الصرف الدولار مقابل الدينار العراقي وفق ما يأتي 1300 دينار للدولار سعر الشراء من وزارة المالية و1310 دينار للدولار سعر البيع للمصارف يعني بيح المصارف الأهلية و1320 دينار للدولار سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية يعني اللي يجي المصارف الأهلية يأخذ هذا السعر اليوم تم عرضة على مجلس الوزراء وحصل التصويت على اقرار توصية مجلس دارة المنج المركز العراقي بشأن تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يوم غد يبدأ البنك المركزي ببيع الدولار بهذا السعر وسوف يستمر بهذا السعر مثل ما تحدثنا أنه خفض معدل التضخم استقرار الأسعار هدف أساس للحكومة والبنك المركزي من أجل رفع القدرة الشرائية المواطنية البنك قدم دراسات ومقترحات بشأن سعر الصرف من أجل تحقيق الهدف المذكور وصلنا إلى هذه النتيجة هذا القرار بالإضافة إلى الحزمة الجديدة التي سيصدرها البنك المركزي سيحققان الهدف المنشود في استقرار سعر الصرف طبعا هناك إجراءات حزمة ثانية للمنك المركزي سوف تطلق منتصف هذا الشهر إجراءات الحكومة أيضا مستمرة مع رجال الأعمال مع أيضا ضبط المنافذ والحدود في منع المتاجرة والمضاربة والتهريب هذا سياق سوف يكون متبع للحكومة وأجهزتنا الأمنية مثل ما ذكرت قبل أيام الدينار هو الأقوى فخلي يقتنع المواطن بهذه الحقيقة ولا يقتني الدولار واضح كلامي الدينار هو الأقوى 1300 هذا السعر الرسمي أي ارتفاع أي مضاربة يرجع ال 1300 وضعنا المالي في أفضل حالات ليش نتحدث في هذه اللغة لأنه الدينار مدعوم من رصيد مالي تجاوز المئة مليار دولار بين ذهب بين عملات هذا هو لينطي القوة للدينار موعدنا أزمة موعدنا يعني قلة إيرادات عدنا استقرار وعدنا ثبات وعدنا ثقة بدينار الموازنة بالتأكيد راح ينفذ هذا القرار من بكرة يعني ما راح ننتظر الموازنة هذا في رسالة واضح للتجار بعد التجار حتى يستقر وضع يعرف أنه السعر الرسمي واضح 1300 لأنه الشيء يقلق أنه بدأ تشحب بالمواد والسلع لأن التاجر لا يعرف عليها سعر حصائد نازل وعملية مستمرة وهي تدير حسابات ما يبيع ويامن فالآن راح يكون استقرار بسعر الصرف ورح يتمكنون من مراجعة البنك المركزي وإحنا ثقتنا كبيرة بالتجار يستفادون من هذه التسهيلات لإجراء مشترياتهم الخارجية ضمن هذا الإطار النظام المصرفي الصحيح اللي يبعد الشبهات وينظم تجارتنا الخارجية في إطار من الشفافية والوضوح بالتأكيد لا بد أن نقف بكل احترام لأبناء الشعب اللي تفاعلوا مع دعم الدينار العراقي هذا الحس الوطني اللي يعد أبناء شعبنا والله نقف أمامه عاجزين شلون الوصفة الكل يتفاعل يجوز بعضهم مضرر لكن مجرد أنه سمع الدينار العراقي وحماية الدينار العراقي تشوفها تفاعل بكل ما لديه من طاقة وإمكانية بالتأكيد دعم القوى السياسية لإجراءات الحكومة سيد رئيس البرلمان رؤساء زعماء نواب قادة اقتصاديين عامة الشعب إن شاء الله عاتهم ثقة بإجراءات الدولة ومؤسساتها وإحنا ماشيون بالطريق الصحيح إن شاء الله الموازنة العامة أكيد كان جزء من التأخير هو هذه هذه الأزمة ومعالجتها راح نعيد قعداتها بخصوص الأرقام طبعاً أكو أثر لنسبة العجز على ضوء فرق الدولار وتصريف هذا بالتأكيد واحد من الآثار السلبية لكن أمام الكلفة الاجتماعية لا يعدو شيئاً أبداً إحنا الدولة تتحمل الضرر مو يتحمل المواطن يعني قراراتنا يبترض تكون محسوبة وفق هذا الأساس إذا كان هناك من آثار سلبية لأي قرار وماكو قرار ما بي آثار سلبية أكو الدولة تتحمل مو يتحمل المواطن وخصوصاً في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة فالموازنة سوف تكون مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي وفيها خطوات مهمة نحو التنمية والمشاريع الملحة اللي يحتاجها المواطن إن شاء الله اليوم المجلس مجلس الوزراء اتخذ قرار مهم أيضاً في مجال استثمار الغاز الغاز الطبيعي والغاز المصاحب ووافق على توصية المجلس الوزاري للطاقة والمضي بتوقيع عقود جولة التراخيص الخاصة بالرقع والحقول للحدودية توقيعاً نهائياً وتفعيلها لمضي فترة طويلة جداً على أحالته هذا واحد من المشاريع المهمة جولة الجولة الخامسة معطلة منذ أربع سنوات بسبب شكوى في صحة الإجراءات وبعد أن ذهب هذا الملف للقضاء للنزاهة ديوان الرقابة تبين أنه الإجراءات سليمة أصل المشروع منذ عام 2017 منذ عام 2017 وزارة النفط تشتغل على هذا المشروع على هذا الغاز الذي لم يستثمر في حين أننا نستورد الغاز بمليارات الدولارات هذا تعطيل المشروع أربع سنوات كان يكلفنا بحدود اثنين ونص إلى ثلاثة مليار دولار أربع سنوات هذا المشروع معطل موجودة الشركات العالمية المختصة ولديها الإمكانية واستنفذت كل الإجراءات القانونية والفنية لكن تأخير هذا الجولة أثر علينا بتنفيذ هذا المشروع اليوم تم حسم الأمر ونحن ماضون بتنفيذ وزارة النفط انطينا هذا القرار ستنفذ وتتعاقد الشركات الموجودة جاهزة للتنفيذ إحدى الشركات ممكن يتوفر لنا ربع كمية الغاز المستورة خلال 15 شهر خلال 15 شهر وهدفنا نصعد إلى تأمين كل كمية تغطية كل الغاز المستورة خلال ثلاث سنوات حيث ننتهي من الاستيراد بعد نحتمت على الغاز العراقي هذا هذه أموال هذا 10 تريليون في الموازنة يعني بعد ثلاث سنوات 10 تريليون ما نوديها للغاز نوديها للصحة نوديها للتربية للسكن هذا هو الإصلاح الاقتصادي اللي نكلم عنه نحن ننضي بخطوات واضحة هدفنا واضح قاعد نروح للموازنة للكتل النقدية اللي تستنزف المال العام ليش أنا استورد غاز أخواني عدي غاز ليش ما استثمر أكو مشكلة خلي ندخل على هذه المشكلة على هذا المشروع وندخل ونعالجها ونتخذ القرار بكل ثقة وشجاعة من يتردد وإن شاء الله قريبا نعلن عن الجولة السادسة الجولة السادسة أيضا سوف تستهدف رقع وحقول للغاز الطبيعي وهذا لأول مرة يحصل في العراق العراق لازم يدخل سوق الغاز العراق لازم يدخل سوق الغاز ويكون بلد مصدر ومجهس لكل احتياجاته هذا في مكسب على كافة الأصعبة الاقتصادية والسياسية والأمنية القرار الثاني أيضا المهم اللي يتعلق بمشروع النبراس للبترو كيميائيات وأيضا هذا واحد من التزاماتنا في برنامجنا الحكومي أيضا هذا المشروع معطل منذ عام 2015 وأنا كنت وزير 2017 واشتغلت وحاولت وبقى المشروع لغاية هذا اليوم نحن مستلمين صار فترة بالمئة يوم هذه بالمئة يوم هذا ما تقدر بالمئة يوم تقول منجز تقول حركته صار لأربع سنوات خمس سنوات ثلاث سنوات توقيع بالأحرف الأولى سنة 2015 مع شركة شول وبدوامه من الموافقات وكذا أيضا قرار منتخذ مجلس الوزراء في سنة 2021 وروح تعاقده مع شركة استشارية حتى الثبت سعر الغاز الجدول الاقتصادية الموديل الاقتصادي بالألفين وواحد وعشرين ولا خطوة من تخذين ولا خطوة من تخذين باشرة وزارة الصناعة وفي طور التعاقد مع شركة عالمية حتى تططين الاستشارة خلال شهرين إلى أربعة أشهر حتى ننتقل إن شاء الله للخطوة اللاحقة هذا طبعا المشروع إذا أريد أن أتحدث عن فوائده وامتيازات يراد لي فد وقت كافي لكنه فقط أقول من المشاريع الستراتيجية في المنطقة ثالث مشروع على مستوى الشرق الأوسط في البترو كيمياويات هذا من شأنه أن نشغل كل مصانعنا في القطاع الخاص وبدل من استورد حبيبات وبترو كيمياويات من دول الجوار راح ننتج ونصدر شنو الهدف من تعطيله ليش نتعطل هذه الفترة وكأنما يراد للعراق أن يبقى يستورد ولا يصنع ولا ينشئ مصنع بسه ليس قضية نظرية مؤامرة بس أنت قاعد تتكلم عن مشاريع الستراتيجية كلها معطلة وين المشكلة وين القرار إذا يمن الإدارة التنفيذية مجلس وزراء وزراء جلسة بجلستين بتلاثة تنتج حلول وهي تحل الموضوع الحمد لله اليوم صوتنا عليه وانطلق هذا المشروع قرار سابق القانون الدعم الطار للأمن الغذائي أقر تزديد مستحقات الفلاحين ومزارعي الأقليم وهذا قانون نافذ وأقر مجلس الوزراء السابق الحكومة السابقة قرار 270 لكن قرار المحكمة التحادية اللي أوقف قرارات حكومة الصيف أمور يومية بعد التدقيق وأكماله اليوم صدرنا قرار بإطلاق هذه المستحقات وصرفها للفلاحين طبعا الحكومة العراقية علنة تضامنها وتعازينها للشعب السوري والشعب التركي أثر المأساة الزلزال الأخير واللي راح ضحيته الآلاف من المواطنين الأبرياء بادرنا بشكل مباشر من خلال خلية الأزمة عقد واجتماع الطار يوم أمس هذا الحديث يعني بعد الحادث و هناك طوافل من المساعدات التي ترسل برا وجوا فضلا عن الفنيين من الدفاع المدني وباقي الفرق المساعدات تصل إلى سوريا وتركيا وأيضا اليوم كان هناك قرار وتصويت على منح 3 مليار دينار من مخصصات الأمن الطارئ استثناء من أساليب التعاقد يتم تخصيصها لمنظمة الهلال الأحمر العراقية لتقديمها كمساعدات ومواد إنسانية باسم الحكومة العراقية للمتضررين من الزلزال في الجمهورية التركية وجمهورية العربية السورية أيضا نعول على الفعاليات المجتمعية أن تبادر لنفس الموقف تضامنا مع الشقانة في سوريا وأخوة في تركيا هذه أبرز القرارات التي اتخذت في جلسة اليوم نعتذر عن الإطالة لكن من المهم أن نضعكم في صورة هذه القرارات وتفاصيلها حتى تكون واضحة للرأي العام الآن إذا أكو أسئلة السلام عليكم عليكم السلام في موضوع زيارة الوفد العراقي الذي يفترض أنه اليوم يصل إلى واشنطن برئاسة وزير الخارجية العراقي بكرة غدا إن شاء الله آسف جدا هو قيل يوم سبعة بالشهر هكذا قيل فارغ الوقت يعني بكرة صباحا بالضبط ماذا تريدون أو ماذا تنتظرون من هذا الوفد أن يحققهم مع الطرف الأمريكي فيما يتعلق بسعر الصرف وفيما يتعلق بتذبذ بالأسعار وخاصة في نقطة محددة اللي حضرتك اتحدثت عنها الآن واتحدثت عنها قبل يوم في مقابلتك الأخيرة الامتثال للمعايير الدولية هل ستطلبون من الولايات المتحدة الأمريكية أن تمدد لكم هذه الفترة اللي كان يفترض أن العراق التزم بها اعتبارا من الأول من هذا العام هناك حديث في أن العراق قد يتقدم بطلب تمديد هذه المهلة لستة أشهر أو تسعة أشهر شكرا جزيلا الوفد هو ضمن سياق العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ولديه عدة ملفات لا تتعلق بسعر الصر فقط ملفات تتعلق بملفات اقتصادية ملف الطاقة ملفات التفاقية الإطاري الستراتيجي وهذا توجه العراق في مسألة إدامة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ما يتعلق باللقاش مع الفدرالي الأمريكي والخزانة وهذا موجود ومستمر من خلال ممثليهم في بغداد وأيضا من خلال الاجتماع الأخير لمحافظة البنك المركزي في تركيا واللي طلق على وجهة النظر العراقية لا يجي الطلب بتجديد مهلة أو غيرها بقدر ما هناك آليات عمل هناك وقت مطلوب لتنفيذ هذه الإجراءات سنتيا لمدة الاتفاق وفق مذكرت التفاهم الموقعة مثل ما ذكرت للأسف لم يتم التخاذ خطوة عملية فيحتاج التفاهم حول هذه الإجراءات وطبيعتها والتسهيلات المطلوبة نشخص المشكلة وين يعني الآن من خلال قراءتنا للمشهد لأصل المشكلة في صغار التجار لدينا التجار كبار لا يتم مشكلة لديه اعتماد مستندي لديه إجازة استيراد لديه شركة مسجلة لديه الإمكانية يدفع الرسوم الضريبة لكن هذه الطبقة الواسعة الكبيرة من صغار التجار هذا لم أسس شركة ولا يأخذ إجازة استيراد قلت لك على شركة الصراف ويحول شلون ناخذ لهذا النظام الجديد هذا مهمتنا وبالتعاون مع الجهات المعنية تفضلي السلام عليكم دولة الرئيس نهل أياد من وكالة آني نيوز سؤالي هو ما هي الملفات التي سيتم ناقشتها خلال زيارتكم إلى دولة الإمارات شكرا شكرا جزيلا زيارة سوف تكون تلبية لدعوة رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد وهي تأتي ضمن سياق العلاقة الأخوية بين العراق والإمارات العربية المتحدة دولة الإمارات دولة لها حضورها في الساحة الإقليمية لديها تجارب رائدة في مجال الموانئ النقل الكهرباء الطاقة المتجددة وفضلا عن المشاريع الاستثمارية والتنموية راح يكون معانا وفد من وزراء مختصين وملفات أيضا قسم منعتها معد مسبقة والقسم الآخر سوف يناقش خلال هذه الزيارة التي نهدف أيضا من خلالها إلى تطوير أفاق العلاقة والتعاون في كل المجالات شكرا السلام عليكم سيادة الرئيس سجاد الموسوي من العراقية الإخبارية كيف سيتم إعادة صياغة أو احتساب النفقات الإجمالية للموازنة ومن أين ستعوضون فرق مبلغ التعويض فرق مبلغ الموازنة الإجمالي بعد قرار التخفيض شكرا جزيلا على ضوء القرار الأخير سنعيد صياغة الأرقام سنضغط بعض النفقات في الموازنة التشغيلية والاستثمارية بالشكل الذي يغطي العجز أنا قلت أكو آثار مالية لكن مهما كان هناك آثار مالية لا تقارن بحجم التكلفة الاجتماعية وحجم الضرر على المواطن معيشيا خدميا وانعكاس على استقرار البلد هذا شيء مهم الحكومة مع المجلس النواب في مستوى عالي من التعاون والتفاهم وكل الخطوات تحصل بالتشاور بالتنسيق بالعمل المشترق هذه الميزة عام القوة للحكومة والبرلمان في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية أي عجز هو عادة يظهر في كل الموازنات عجز مخطط لم يحصل أن الدولة وصلت إلى مرحلة العجز المالي يظهر في الموازنات ولدينا من الوسائل والإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الأمر السلام عليكم دولة الرئيس بيستون سلام من فضايا كرسات حسب منهاج الحكومة بأن قانون النفط والغاز سيقر خلال ستة ترشور أين وصلت إعداد هذا القانون هذا واحد من التزامات الحكومة وحظي باتفاق القوة السياسية في المنهاج الوزاري والبرنامج التنفيذي هناك مسودات للمشروع القانون وتداول أولي بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الأقليم بعد إقرار قانون الموازنة ندخل في اجتماعات مكثفة لإقرار المسودة التي تعتمد حتى نرفحها إلى مجلس النواب إن شاء الله معها سيراج من إعلام فرنسا الرسمي منتكر الدولية دولة الرئيس تحدثتم في مقابلة منذ أيام عن تهريب العملة إلى دول الجوار وأنه هو السبب في ارتفاع سعر الصرف اليوم أيضا لفت حضرتك أكثر من مرة إلى أنه ما زالت مشكلة التهريب هي أحد الأسباب التي تؤرق حكومة حضرتك لماذا لا تكشفون للرأي العام عن الجهات التي تتحمل هذه المسؤولية خصوصا أنه جنابكم معروف بالمصرحة مع الجميع شكرا شكرا جزيلا أنا قلت أنه تهريب جزء من المشكلة أيس أصل المشكلة وأنما السياق المؤتمد في نافذة بيع العملة في نوع التجارة آلية التحويل هو أصل المشكلة التهريب في العملة في كل دولة من دول العالم وليس فقط العراق يعاني منها دول عظمى معروفة هي تعاني من تهريب ومن متاجرة شغل مضاربين شركات رجال أعمال موجود هذا وهذا أيضا كان ضعف في إجراءاتنا يعني هنا إضافة الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة على الإجراءات الاقتصادية اتخذنا إجراءات أمنية اكتشفنا مجموعة من الشركات الصيرفة من المصارف وجدنا جنط من استنساخ جوازات السفر والتذاكر السفر هذه الأموال التي ينطوها من باب التسهيل على المواطنين عند السفر يعني أكو احتيال على الآليات والإجراءات التي تنفذها الحكومة والبنق المركزي فهذه عملية ضبط المنافذ ضبط الحدود متابعة أي شركة شركة صيرفة أو مصرف هذه جزء من الإجراءات والبنق المركزي اللي هو صاحب الاختصاص والصلاحية بموجب القانون جاد في تنفيذه وهناك قطعاً مصارف سوف يتمسح بالإجراءات من وشركات صيرفة هذا نلتزم به إضافة إلى إجراءاتنا في تسهيل حركة التجار تحويل الأموال وتسهيل الإجراءات في المنافذ في استفاء الرسوم الضريبية والقمرقية هذا كفيل بالمحافظة على استقرار سعر الصرف شكراً جزيلاً لكم